من رمال الله سيد أحمد ذكرنا الكاتب والباحث والسياسي أهلا سيد أحمد بك على شاشتنا الغن أنا سعيد للغاية بهذا التواصل السيدين أهلا أخي محمد لك ولمشاهدينك الأجزاء أهلا وسهلا هل ترد إسرائيل من دون السند أو الدعم الأمريكي على إيران؟ إسرائيل لا تفعل شيء دون سند أو دعم أمريكي وغربي وأوروبي لأسباب متعددة منها أن إسرائيل بكلياتها هي مشروع استعمار غربي في المنطقة وخير دليل على ذلك أن من وقف حقيقة في صد الهجمة الإيرانية كان الحلفاء الأوروبيين وهذا يقول ويؤكد بأن إسرائيل لم ولن تكون وحدها في يوم من الأيام ولذلك نعم نجد هناك اعتراض من الإدارة الأمريكية على الرد الإسرائيلي ولكنها في الوقت ذاته تقول بأني ملتزمة بأمن إسرائيل تجد الحلفاء الأوروبيين أيضا مع الهجمات الأوروبيين كيف لنا أن نفهم هذه معادلة السيداء؟ يعني أمريكا هكذا قالت لن تشارك في أي ضربة ضد إيران أليس كذلك جيد للغاية؟ طيب السؤال إسرائيل أعلنت أنها سترد صحيح من دون تحديد للوقت ولا طبيعة هذا الرد الإسرائيلي لكنها أعلنت الرد وأمريكا أعلنت أنها لن تشارك في هذا الرد كيف نفهم هذه المعادلة؟ أمريكا الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والخلفاء الأوروبيين يقلقون من العواقب الجيو السياسية والعواقب الاقتصادية التي يمكن أن يسببها هذا الرد فيتحول المشهد والمواجهة المحدودة ما بين إسرائيل وإيران إلى حرب إكليمية واسعة قد تفضي إلى ما كتبته وتحدثت فيه على شاشاتكم الكريمة بأن حرب غزة قد يتكون المشهد الأول في حرب عالمية ثالثة لأن إيران أيضا حينما ضربت ودخلت في هذه المواجهة هي غيرت من سياستها المعلنة منذ سنوات تحت عنوان الصبر الاستراتيجي إلى فكرة الرد ربما كانت مجبرة هذه المرة يا سيد أحمد هذه المرة كانت مختلفة منذ قاسم سليماني لن أعود إلى أبعدا من ذلك قاسم سليماني وشاركت جانب الأمريكي في عملية استهدافه أليس كذلك هذه المرة الاعتداء الإسرائيلي كان على أرض إيرانية ليس فقط على مسألة جانبية ليس بالأفراد هذه المرة هناك أرض قنصلية أي أرض إيرانية أي هو اعتداء إسرائيلي على سيادة دول وهي إيران ربما كانت مشتورة هذه المرة وهذه هي نقطة الاختلاف الأبرز والأهم بأن الاعتداء على شخص أو علماء أولا لم يكن معلنا بشكل أو بآخر ثانيا هو كان يحدث أحيانا داخل إيران والأحيين الكثيرة خارج إيران اليوم الاستهداف للسيادة الإيرانية وهي إيهانة لإيران وهي تقدم نفسها على أنها إمبراطورية وبهذا المعنى لا يمكن لها أن تقبل هذه الإيهانة وفي الوقت ذاته أيضا يجب أن نعترف بأن إيران ردت ردا محدودا ومعلما بشكل مسبق لدى حلفاء إسرائيل الغربيين سواء الأمريكي أو البريطاني عبر عديد الوسطاء منهم تركيا على سبيل المثال كما أشرت بعض الأخبار هنا وهناك وبالتالي إيران ردت ولكن هو رد كان منضبط إلى حد بعيد رد لا يسحب هذه المواجهة إلى مواجهة أشفاء الرد الإيراني يعني وصفه لي ردا محدودا ردا مقتضبا ردا متفق عليه رد به رسالة رسالة قادرون على الوصول إليكم قادرون على اختراق هذه القبة الحددية بالتأكيد هناك رسالة أنا أريد أن أوصف هذا الرد الإيراني لماذا يا سيد أحمد؟ كي أدرك طبيعة الرد الإسرائيلي هو رد لربما يكون في تغيير السياسة من سياسة الصبر الاستراتيجي إلى سياسة رد الاستراتيجي يشوبه بعض ما يمكن تسميته بالخداع التكتيكي لتنفيذ مخططات استراتيجية في الأثناء نتنياهو يتلاعب بالمنطقة وحلفائها وحلفائه في الوقت نفسه لأسباب متعددة منها أن هذا الرد الإيراني قد أفاد نتنياهو إلى حد بعيد وفي نقاط عدة وكبيرة وإفادة لم يكن يحلم بها بيوم من الأيام ويمكن بهذا المعنى القول أنه هو من استدرج هذه المواجهة باعتدائه على الكنسولية الإيرانية للوصول إلى هذه النقطة كي يستفيد بها الرد الإيراني بهذا المعنى كان ردا محدودا قد يكون تكتيكيا ولكنه محدودا هذا التوصيل جيد ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الاستفادة الإسرائيلية كيف استطاع إن صحت الكلمة كيف استطاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو الاستفادة من كل هذه المجريات هو يجرجر الكل إلى تساع دائرة الحرب أليس كذلك؟ طيب دقق لي نواحي الاستفادة الإسرائيلية لأنه يبدو لي يا سيد أحمد إنه تحول الجانب الإسرائيلي بعد قتل عمال الإغاثة أمام الدنيا بأسرها الآن وهو كان يحاول الدفاع عن نفسي الآن لا حديث عن هذه النقطة ولا حديث عن منع السلاح للذهاب إلى إسرائيل حتى من الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي شكرا لك وهذه هي أولى خطوات الاستفادة حرف الأنظار عما يدور على الأراضي الفلسطينية هذه واحدة اثنين وهو الأهم إقامة جدل إعلامي كبير ليس فقط في إسرائيل ولكن في كامل المنطقة وربما حول العالم هل سيكون هناك ردا إسرائيليا هل ستنجر المنطقة إلى حرب إقليمية وربما تتوسع الأمور إلى حرب عالمية هذه رقم اثنين ثلاثة هذا ساعد ويساعد نتانياهو في تقديم رواية المطلومية وهو بهذا المعنى يحاول تغيير الصورة الدهنية التي ترسخت في الشهور السبعة الأخيرة بوجه إسرائيل إلى حالة تقول بأنه معرض للهجوم وللخطر الوجودي من الداخل ومن الخارج وفي الأثناء يسمح هذا الوقت بالإيغال في الدم الفلسطيني ووصولا إلى مشروع التطهير العرقي والأهم من ذلك كله كلنا جميع المتابعين لهذا المشهد كان يرى كم الضغط الهائل الذي كان يتراكم يوما بعد آخر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية نيتانياهو بهذه العملية استطاع أن يحشد الداخل الإسرائيلي وراء فكرة التعرض إلى الخطر الوجودي فبدلا من أن يكون مهددا وهو رد على التهديد الداخلي بأن أي انتخابات لمجلس الوزراء أو الكنيسة في أثناء الحرب قد يكون خطرا فما بالك إن جاءت هذه الانتخابات أو المطالبة بالتغيير في أثناء حرب واسعة مع دولة إقليمية كما هي إيران كل هذه الاستفادات تقول بأن الوجه الإيجابي بالنسبة لنيتانياهو هو كان الهدف لربما من ضرب الكنسولية وجر الحليف الأمريكي يعني لفت النظر العمالي بالعملية المباشرة طيب إن كان هذا هو هدف